كنا نعرف طبعاً إيه هو تغيير المناخ وإيه كمان أسبابه صباح الخير وعم سعيد على مصر كلها وعلى أوصفة البرنامج كان موضوع تغيير المناخية أخد زخم الفترة اللي فاتت يوم كان يماخد زخم بقاله سنين بس في مصر بدأ الناس كالعامة أو الشعب الناس المش متخصصين ياخد باله منه من بعد عشرين عشرين بعد عصفة التنين عشرين عشرين وكمية الأمطار اللي جات والعصف فبدأت الناس تحس إن فيه شيء غريب والتأثيرات اللي احنا حسنا بيها لو نرجع شوية كده بالزمن فروع ابتدائي كان في كتابة درستات الاجتماعية كان بيقول إن مناخ مصر حر جاف سيفاً دافق منتر شتاء ما بقاش موجود خلاص إن احنا حصل تغيير كتير جداً يمكن عاوزين نستغل للدعية بتاعت الفقرة نحنا نطلع بالفكرة التغيرات المناخية برا الأوساط العلمية والأكاديمية والناس اللي بنتكلم كباحثين للناس اللي في الشارع يفهم هو ارتغر المناخ ده إيه بيأثر على حياته إزاي بيأثر حتى على صحته النفسية على يومه إزاي نحنا ناس يقول لك النهاردة حرارة 30 بكرة 35 هو كده الجود غير فالناس تفهم إن فيه حاجة اسمها طقس اللي هو درجة الحرارة في خلال يوم أسبوع أنا بتكلم درجة الحرارة النهاردة 25 مكرة 18 فيه بالنهار فيه بالليل وعندي المناخ اللي احنا بنتكلم في خلال مثلا سنة سنتين عشر سنين درجة الحرارة مثلا لو قلنا في يناير 2010 كانت في شهر يناير كانت عشر بالنهار طب النهاردة في يناير 2014 بقت 18 صح ده اسمه تغير المناخ إن احنا بنتكلم على تغيرات بتحصل في فترة بتعدي المئة سنة التغيرات اللي احنا بنشهد دلوقتي دي نتيجة مئة سنة فاتت من بداية الثورة الصناعية بدأ يكون ثورة صناعية مصانع تشتغل حصل انبعاثات في الغلاف الجوي بدأ يعمل تغيير بدأ نحس بالنتيجة بتاعتها دلوقتي كل المؤتمرت اللي احنا بنعملها والتحديات علشان نخفف من الأسور الموجودة دلوقتي ونخافز على البيئة للأجيال القادمة الفكرة بجل بسيطة ايه تغير المناخ هل لو احنا مثلا جينا من مناخ مصر مثلا من مية سنة لو قلنا الف تسومية اربعة و aston وانحنا ن видите هل متوسط درجة الخرارة من مية سنة زي النهاردة بالاحصايات بتقول ان في زيادة واحد ونص درجة مأويه واحد ونص درجة مأويه لك ما waren وهم برح كان 18 والنهاردة 19 او 20 هل ده نتج عن الاحتباس الحراري بالزبط كده ايه فكرة الاحتباس الحراري حناum 정انعات بتقول غاز الاحتباس الحراري او غازات السوبة ايه احنا بنشبه السوبة ان احنا الصبح اللي بيحصل ايه شوعى الشمس بينطلق من الشمس بيخش الغلاف الجوي الارض جزء بيمتس منه في القرق في الطربة والباقي بينعكس فبينعكس بيطلع من الغلاف الجوي الفضاء الخارجي مع بداية بقى الانبعاثات والثورة الصراعية بيحصل ايه بدأ تتكون طبقة من الغازات سنة ورا سنة ورا سنة عمل الطبقة صماء بعد حاجة نشفة ييجي للغلاق الشوعى هو نازل يطلع يوم يستضن بالطبقة دي فيطلع جزء منه والباقي يبقى متراكم فيرفع درجة الحرارة يرفع درجة الحرارة يرفع درجة الحرارة فده اللي احنا بنسميه الزهيرة الاحتباس الحراري هل تغيرت؟ فعلا تغيرت احنا مصر زاد واحد ونوص درجة مقوية خلال المئة سنة اللي فاتت ده اثر علينا اثر علينا لنو احنا حبنا نبسطها انا عندي مثلا لتر مية درجة حرارة الغرفة اللي احنا عشين فيها دلوقتي 27 او 25 فدرجة حرارة الازازة 25 طب انا عاوز ارفع درجة حرارة اللتر مية دوت لدرجة الغاليان اللي هي 100 درجة مقوية بعمل ايه؟ بحط تحت ايه بسخنه فبارفع من 27 لحد 100 درجة مقوية انا استخدمت هنا طاقة فكمية الطاقة اللي انا استخدمتها عشان ارفع من 27 لحد 100 دي طاقة انا دخلتها في الماء عشان ده اللي حصل في الكرة الارضية منتخيل بقى حجم الكرة الارضية بحجم المحيطات بالانهار باليابسة قد ايه حصل دخ طاقة في الكرة الارضية في خلال المية سنة اللي فاتت عشان ارفع درجة حرارة الارض واحد ونص درجة مقوية من 15 بقت 16 او 16 ونص اشتركوا في القناة